رحلت عن عالمنا رحمها الله رجاء حسين كفنانة بنت جيل من الفنانين عاشوا استثنائية في حبهم للفن هي خريجت معهد فنون مصرحية هي وجيلها كله تعاملوا مع الفن باحترام كبير جدا ما كانش بالنسبة لهم التمثيل مجرد سبوبة أو شيئها مشي كان فيه إخلاص شديد جدا في كل اللي عملوه في مراحل حياتهم في الإزاعة أو في المصرح أو في التلفزيون فيما بعد أو السينما الجيل ده حفر في الصخر الجيل ده ساهم في أن المجتمع يبص للفنانين بشكل محترم وإيجابي الفنانة القديرة الراحلة ربنا يرحمها رجاء حسين كانت ضيفة عندنا تقريبا من تسع سنين من تسع سنين تعرضت لموقف من أصعب المواقف اللي ممكن إنسان يمر بيها ابنها عقيد مهندس كريم سيف عبد الرحمن توفاه الله وهو في أواصة العمر سايب ثلاث أولاد كانت أزمة كبيرة جدا تصدت لها بصلابة شديدة يعني على قدر حزنها ومررتها وكاس الحزن اللي هي شربته إلى إن هي كانت قوية وقالت أنا رضي بقضاء ربنا عشان خاطر أولاد ابني رحم الله رجاء حسين كانت نموذج مشرف فنيا وإنسانيا أنا ما عنديش لأم ولا أب ولا خالة ولا عم ولا الحاجات الفالس دي دو حضرتك كنت أتين أنا مقطوعة من شجر يعني ما ليش غير ابني وبنتي هو إنسان كان جميل جدا جدا إنسان كان عطوف بغري جدا جدا بأهله وبالذات أنا وبقول لك قدام أبو علاقتنا كانت مش علاقة أم بابن علاقة صديقة بصديقة فلما كان أبو يعمل لي حاجة فكت أروح لأقول له كريم بابا النهاردة عمل كذا وكذا وكذا وعمل وانا 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 العقل بقى يعني شوفي أنا سني قد منه مرتين عقلي معلش يا ماما اتفاهمي معاب الراحة هو في إيه لأ أنت كده غلط أنت ردتي عليه وقلت كذا فأنت كده غلط لا يا ماما يتعمل كذا ويتعمل كذا قالوا البقاء لله يا كريم ابنك تعيش أنت أديني عقلك بقى يعني دوري على اللي قالي قولوا معليفة على فورة أو دوري مثلا أنا جابوني منين دا كترة إيه بتاعي بقيت أضحك وأضحك اللهم يعني الاعتراض أنا مش مصدق لغاية الحزيقة أنا مش مصدق يعني أنا مش هو كان كم سنة 42 سنة 42 سنة عقيد أركان حرب مهانسة شاب يفرح شرح الله أرحب هي الستة في حياتها لما بتجيب عيال وعايزها تعيش فعلا تعيش لولادها فأنا قلت هالو مرة قبل كده قلت له أنا أخدت أحلم فيك الواد والبيت بس في واحدة تقول لجزة ده يا مدام رجال أخدت أحلم فيه والله أحلم فيه أنا في المصرح القومي اسمي كان كنت قاسم مشترك أعظم في جميع روايات المصرح القومي فيعني ما عنديش ليلة بهوب منها زمان طبعا كل سادة المشاهدين ما يعرفوش لأنهم سنهم صغير بإزاي فما كانش اسمي بيتشال على المصر كنت بعملي بقى الصبح فيه بروفا من 11 ل2 وتروح البيت وتنزلي يعندك صوري يعندك متنين وصوري ل2 يعني كده أما برجع بقى من المصرح كان المصرح يفتح 9 لربع 12 إلا ربع بالكتير خالص تخلصي بترجع البيت اسأليه بقى هو يعني تبتدي اليوم بقى منزلي أبدأ اليوم إزاي طبيق وغسير أحط على البوتجاز وشغل غسالة الفم يخلص أكون أنا خلص تقلية الأكل اللي أنا حتى مفيش أطفي وخشة طلع الفم من الغسالة زي أي مرأة موظفة أو معاملة وابدأ أنام بقى وابدأ أنام واسحة الصبحة نزل الساعة 11 عادي أرجع الساعة 2-2 ونصر كفاح يعني الموجود خركتيني والله يا مادم هنا لا يا حبيب يعني برغم إن أنا جاية غصبا عني لأنني مش عايزة الناس تشوفني وأنا كده لأنهم مواخدين عني فكرة إن أنا باستمرر بدحكهم مش عارفة بعمل إيه بعمل دور حلو وهم بيحبوني كده لكن أنا خركت طبعا أولا وأخيرا عشان خاطرك أنتي يا حبيبتي تسلمها كانت ست قوية من جيل كافح وهي كافحت كتير جدا في حياتها كانت ست صلبة حتى الوقت الأخير حتى في قراءها أنا فاكرة الحلقة دي صحية من 9 سنين بس بعد الحلقة هي كلمتني وقالتلي أنا بعد ما خركت وتكلمت أنا حسيت بأنه في طاقة مختلفة في حياتي إن زي ما كانت تقول خرجوني من الدائرة دي تقول أنا وجودي في البرنامج خرجني من طاقة الحزن شكرتني شكر جزيل مع أنه أنا اللي كان كل الشكر من ناحيتي لامرأة وفنانة وإنسانة قوية وعظيمة رحلت منذ أيام عليها ألف رحمة ونور الفنانة رجع حزين ترجمة نانسي قنقر